ما تزعلش أنت يعني أول مشاركة كنتش طالع علشان خاطر أعمل حاجة هو كان يوصد أنت أول مشاركة فما تزعلش أنت لسه في أول طريق بس طبعاً الكلمة كانت صعبة قوي عليها والحمد لله الأولمبيات اللي بعديها على طول الحمد لله عملت مدالية فضية في أولمبيات سيدني 2000 فالحمد لله كان إنجاز كويس لها بس طبعاً بتتعلم من أخطاء المدربين إذا كنتش تقدر تقول لي فاطمة ما عملتش الدهبية ما تزعليش إحنا كنت صعب عينك لا والله يا فاطمة بمصراحة هو يطلق عليها لقب الأسطورة أنا هزرك السر هي فاطمة اللعبة الوحيدة في مصر ويمكن في العالم اللعبة خمس دارات برالنبية واللي جاءة ستة ما حد اشتعمل عدد المشاركات دي إن شاء الله منهم أربعة دهب واخدت تريو واحدة فضية والبطولة دي أصلاً هي من ساعة ما لعبة تريو في إصابة مستمرة عندها إصابة مزمنة في الفكرات الأنقائية فكل البطولات اللي عملناها تأهيلية لبطولة العالم حتى بطولة العالم في كزاخستان ما اشتركتش فيها هي اشتركت بطولة واحدة من ساعة ريب فهي تحملت على نفسها عشان تشترك في البطولة لأن دي يعني شرط أساسي من شروط التأثير هي بتقول بتشجيع من حضرتك يعني فكان لازم تشترك إنما هي تحملت على نفسها ورغم الإصابة عملت ماداليا برونزيا وهي زي ما قالت الستار تليست بتاع الماتش كان ترتيب تقريباً خامس ولكن الحمد لله بفضل برضو مجهودها معانا قدرنا نحسن ترتبها لحد ما أخذت الماداليا برونزيا وأنا نحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر